OBD2 الوصف الفني لرمز المتاعب الجهد المرجعي للحساس دي نطاق أداء الدائرة ماذا يعني ذلك رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد شفرولي هوندا ألخ على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدرازو إذا كانت سيارتك OBD2 تحتوي على رمز P06A9 مخزن فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت إشارة جهد مرجعي خارج النطاق أو مشكلة في الأداء مع مستشعر معين تم منحه التعيين دي عادة ما يرتبط السؤال بنقل الحركة الأوتوماتيكي أو حالة النقل أو أحد الفروق سيصاحب هذا الرمز دائما رمز استشعار أكثر تحديدا يضيف P06A9 أن جهد الدائرة المرجعية للمستشعر خارج النطاق أو الأداء المتوقع لتحديد موقع ووظيفة المستشعر دي للسيارة المعنية استشر مصدر معلومات السيارة الموثوقة به مثل All Data DIY أشتبها في حدوث خطأ في برمجة PCM إذا تم تخزين P06A9 بمفرده ستحتاج إلى تشخيص وإصلاح أي رموز مستشعر أخرى قبل تشخيص وإصلاح P06A9 ولكن ضع حالة الجهد المرجعي للنطاق الأداء في الاعتبار يتم تزويد المستشعر المعني بجهد مرجعي عادة 5 فولت عبر دائرة مبدلة مفعل مع تشغيل المفتاح ستكون هناك إشارة أرضية أيضا سيكون المستشعر إما من المقاومة المتغيرة أو التنوع الكهرومغناطيسي وسوف يكمل الدائرة يجب أن تنخفض مقاومة المستشعر مع زيادة الضغط أو درجة الحرارة أو السرعة والعكس صحيح عندما تتغير مقاومة المستشعر بظروف مختلفة فإنها تزود PCM بإشارة جهد دخل مثال لصورة PCM إذا كانت إشارة جهد الدخل المستلمة بواسطة PCM خارج المعلمات المتوقعة فسيتم تخزين P06A9 قد يضيء مصباح مؤشر العطل أيضا تتطلب بعض المركبات دورات قيادة متعددة مع فشل لإضاءة MAL اسمح LAN PCM بالدخول إلى وضع الاستعداد قبل التفكير في نجاح أي إصلاح ما عليك سوى مسح الرمز بعد إجراء الإصلاحات وقيادة السيارة بشكل طبيعي إذا دخل PCM في وضع الاستعداد فقد نجح الإصلاح إذا تم إعادة تعيين الرمز فلن يدخل PCM في وضع الجاهزية وتعلم أن هناك عطلا لا يزال موجودا الخطورة والأعراض تعتمد شدة هذا DTC على دائرة المستشعر التي تعاني من حالة الجهد غير الطبيعي يجب مراعاة الرموز المخزنة الأخرى قبل أن يتم تحديد شدتها قد تشمل أعراض رمز P06A9 مايلي فشل ناقل الحركة في الانتقال بين وضع الرياضة والاقتصاد عطل في ناقل الحركة تأخر أو لا تعطل ناقل الحركة فشل في التبديل بين وضع الدفع الرباعي والعجلين فشل حالة النقل للتحول من السرعة المنخفضة إلى السرعة العالية عدم وجود ارتباط تفاضلي أمامي عدم وجود مشاركة للمحور الأمامي عداد السرعة عداد المسافات الخاطئ أو غير المعطل الأسباب المحتملة لهذا رمز المحرك تشمل مستشعر تلف أو الصمامات المعيبة أو المنفجرة أو روابط قابلة للانصهار تتابع طاقة النظام الخاطئ الدوائر المفتوحة أو الموصلات إجراءات التشخيص والإصلاح ستكون هناك حاجة إلى ماسح تشخيصي وفولات أو متر رقمي دي في أو أم ومصدر معلومات مركبة موثوق به مثل أول داتا دي أي وي لتشخيص رمز مخزن بي صفر ستة أي تسعة قد يثبت أيضا استخدام راسم الذبذبات المحمول في تشخيصك أولا استشر مصدر معلومات سيارتك لتحديد موقع ووظيفة المستشعر المعني لأنه يتعلق بسيارتك الخاصة قم بإجراء فحص بصري لأدوات التوصيل والموصلات المتصلة بنظام الاستشعار قم بإصلاح أو استبدال الأسلاك والموصلات والمكونات التالفة أو المحروقة حسب الحاجة ثانيا قم بتوصيل الماسح الضوئي بمنفذ تشخيص السيارة واسترداد جميع أكواد الأعطال المخزنة وتجميد بيانات الإطار اكتب الرموز جنبا إلى جنب مع الترتيب الذي تم تخزينها به وأي بيانات إطار تجميد ذات صلة حيث قد تكون هذه المعلومات مفيدة إذا تبين أن الرمز متقطع الآن يمكنك المضي قدما ومسح الرمز ثم اختبر قيادة السيارة لمعرفة ما إذا كان قد تم إعادة ضبطها على الفور إذا تمت إعادة تعيين الرمز على الفور فاستخدم DVOM لاختبار الجهد المرجعي وإشارات الأرض عند المستشعر المعني تتوقع عادة العثور على 5 فولت وأرض عند موصل جهاز الاستشعار استمر باختبار مقاومة المستشعر ومستويات الاستمرارية إذا كانت إشارات الجهد والأرض موجودة في موصل المستشعر احصل على مواصفات الاختبار من مصدر معلومات مركبتك وقارن نتائجك الفعلية بها يجب استبدال أجهزة الاستشعار التي لا تتوافق مع هذه المواصفات افصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة عن دوائر النظام قبل اختبار المقاومة مع DVOM قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف PCM إذا كان الجهد المرجعي نخفضا في المستشعر فاستخدم DVOM للتحقق من مقاومة الدائرة والاستمرارية بين المستشعر وPCM استبدل الدوائر المفتوحة أو القصيرة حسب الضرورة إذا كان المستشعر المعني كهرومغناطس ينودا بإشارة ترددية فاستخدم منظار الذبذبات لمراقبة البيانات الحية ركز على مواطن الخلل والدوائر المفتوحة بالكامل ملاحظات تشخيصية إضافية يتم توفير هذا النوع من التعليمات البرمجية بشكل عام من كدعم لرمز أكثر تحديدا يرتبط الرمز المخزن P06A9 عادة بنظام الدفع